اكدت سعادة السيدة امنى بنت احمد الرميحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ان مخرجات مسار توفير المدن الاسكانية في مملكة البحرين تعكس حرص المملكة على تسريع وطيرة تحقيق اهداف التنمية المستدامة 20-30 نعم جاء ذلك لدى مشاركة سعادة الوزيرة في اجتماع الطاولة المستديرة حول دور الحوكمة في تحقيق مستقبل حذري مستدام والتي تأتي ضمن جدول اعمال المنتدى الحذري العالمي في نسختي الثانية عشر والمنعقدة بجمهورية مصر العربية اشرت الرميحي الى الاهتمام الحكومي بتوفير مقاومات استدامة المدن الاسكانية اللازمة والتطوير المستمر للمواصفات التعميرية مشددة على ان القطاع الخاص في توفير الخدمات الاسكانية يساهم في تحقيق التطوير الحذري المستدام وتطرقت سعادتها في هذا الصدد الى برنامج حقوق تطوير الاراضي الحكومية وبرنامج التمويلات الاسكانية كما استعرضت الوزيرة ابرز جهود حكومة مملكة البحرين لتطوير مشاريع التطوير الحذري للمناطق التراثية والتاريخية وفي سياق المتصل شاركت وزيرة الاسكان والتغطيط العمراني في عمال الجلسة النقاشية لمتابعة مستجدات القرار المشترك الذي تقدمت به كل من مملكة البحرين الى جانب عدد من الدول الشقيقة والصديقة خلال اجتماع الجمعية العامة بنروبي وحمل عنوان السكن المتاح للجميع من جهة اخرى عقدت الوزير الرميحي لقاءات ثنائية مع كل من سعادة السيدة النا كلوديا روسباخ المدير التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وسمو الامير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف امين عام منطقة الرياض وسعادة السيدة نانسي انتي وزيرة الحكومة المحلية والتنمية الاقليمية بمملكة النروج وسعادة المهندس محمد المنصور مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان بدولة الامارات العربية المتحدة